السلام عليكم اخوانينا احنا اليوم موجودين في المنحل وعندنا هذه الخلية الجديدة زي من تشايفين هي الخلية عبارة عن تشبه الخلايا القديمة طبعا هي عينة احنا جبناها من مصر وقمنا بصناعة شبيهها عندنا في المعمل وقمنا بتسكين طرد فيها بشهر اربعة تقريبا واستطاعت ان تبني تقريبا قرص قرصين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر اهداعش اتناعشر قرص تقريبا هذول الاقراس ما قدرت تبنيهم طبعا عندما نقول شهر اربعة يعني شوي نوعا ما متأخر في الموسم لكن مشي حالها فاحنا اليوم بدنا نشوف شو كيف وضع الاطارات شوفوا هذا الاطار كائن نافخ النحل طبعا هذا كله شمع طبيعي لكن يبدو انه تم استهلاك العسل اذا كان في عسل تم استهلاكه يبدو خلال موجة الصيف هذا العكبر لاحظوا كيف فالآن هذا الاطار الثاني الاطار الثاني حتى لاحظوا انه كيف الشمع اه ساقط على الارض يبدو انه من الموجة الحارة اه الغطى هذا ما كانش معزول فصراحة العزل مهم جدا جدا هاي احد نواتج العدم العزل لاحظوا كيف فبدو نحاول نشوف هذا في عسل لكنه واقع على الارض خلنشوف الاطار اللي بعده الاطار اللي بعده زي ما تشايفينه عسل ومخزن ومشمع الان هذا منقدر احنا ايش هاي احنا بدنا نشوفهم في الغيات التجربة وراح نقوم بقص هذا الاطار هاي قد يكون هي فكرة لبعض النحالين لتنويع منتجاتهم هذا القرص التالي نارده نارده موسيقى وهذا كمان قرص يعني قد تكون فكرة مرغوبة من بعض المستهلكين للحصول على عسل بشهده حتى الشمع يكون النحل بناه هذا راح يروح للاستهلاك الشخصي يبدو انه النحل بيقوم بالجمع او التوسيع للملكة من حتى هذا الاطار عبارة عن يعني اقرب الى الرحيق بإمكانكم بالبنية بإمكانكم ها نفس الشيء. ما في حضنة. ون في بعض العيون فيها شوية حبوب اللقاح. لكن ما زال ما فيه بيض. اه واضح جدا انه الناحل كاين منكمش في فترة الصيف وهذا متوقع. هون في شوية بيض. شوية حبوب اللقاح. فالناحل ممكن يبلش يوسع بهذا العسل. وينقل العسل الى الاطراف. ممكن هذا العسل اللي شفناه على الاطراف. ممكن يكون نتيجة التوسع. برضو بيض خفيف جدا. مما يدلل على انه كاين فيه توقف كبير في الحضنة. نتيجة طبعا تراجع الناحل في الصيف. درجات الحرارة المرتفعة اللي شاهدناها هذا العام. وهذا شوي التالي عسل. محطة الملكة ما صح ان نشوفها. وهذا اول اطار. لكن غريب عدم قدرتنا على رؤية الملكة. عن هاي الخلية لا قمنا بتغذيتها ولا قمنا بوضع العجينة لها. لاحظوا كيف عدم وضع العجينة للخلية. ادى الى توقفها بشكل تام عن البيض خلال الفتر الماضي. طبعا هذا الاطار اللي واقع هون. بدي احاول اشيله انا. ما بدي اياه. في الوضع الطبيعي عادة النحل لا يقوم بالساق الشمع. او اطار الشمع بالارضية. دايما بترك مسافة. حتى نقدر نتحكم. بدي اشيله دول كلهم. اذا يعني حوالي ثلاث اقراص. لاحظوا كيف العسل بلاش يسيلون. حوالي ثلاث اقراص. هذا الطرد احنا لما سكنناه كان يعني مش هل قوي. يعني لو لو سكنناه في خلية كان ممكن يعمل مربما ثلاث اطارات بحده الاقصى. بشهر اربعة. وبالتالي ما كانت بالقوة الكافية. راح نرجع. الاطارات. طبعا اكيد النحل ما راح يحتاج كل هذه الاطارات. لكن احنا. نخليهم. راح نشوف كيف اداءها في الشتاء ومن ثم عبور الشتاء للربيع القادم. حبينا نفرجيكو هاي التجربة. ونضعكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.